أولا الحمد لله أن موقفي هو وموقف الحزب الجمهوري هو في تناغم تام مع المهجة الشعبية في تونس ومع أحرار العالم وأحرار العرب في كل مكان. الحمد لله أن كان هناك موقف الجزائر الذي نحييه التي أكدت على أنها لا تحشر نفسها في هكذا مواقف. وأقول أن هذا الموقف لا يمكن إلا أن يكون دعما للكيان الصهيوني والدليل على ذلك ترحيبه بذلك. الحمد لله أن هذا الموقف يتماشى مع مهجة الشعب التونسي. أقول باعتبار كل المواقف الصادرة لا فقط على الحزب الجمهوري وإنما عن أحزاب ومنظمات وكذلك عن الشباب وتونسيين. عبروا عن هذا الموقف لحظات فقط عبر شبكة الاتصال الاجتماعي. عبروا عن موقفهم الرافض لهذا الموقف المخجل لمجلس الوزراء الداخلية العرب. وعلى ذكر قول أحد الإخوان في الحزب الجمهوري. لو يتكرم علينا وزراء الداخلية العرب ليقولوا لنا ذدا من مارس حزب الله الإرهاب؟ عندما أجبر الكيان الصهيوني في 2000 على الانسحاب بقرار من جانب واحد من الجنوب اللوبليني. في قرار وفي انتصار هلل له العالم أجمع؟. هل مارس الإرهاب عندما استبسل في الدفاع عن لوبلين في الحرب 2006 بتكتيكات عصرية وبأسليب عصرية جدا تدرس في أعطى الكليات الحربية؟. بذلك من مارس حزب الله الإرهاب؟. هل عندما وقف صدا منيعا ضد تغلغ الداعش ودخول الداعش إلى اللوبلين؟. حقا أنه موقف مخجل لا يمثل إلا من أصدره. ولا يمثل مهجة الشعوب العربية. ولا يمثل التونسيين الذين كانوا دائما إلى جانب المقاومة. حزب الله هو رمز المقاومة. هو رمز الدفاع على الشرف والكرامة العربية في كل المناسبات. وبالتالي المسألة ليست لا فكرية ولا إيديولوجية. هي الفرق بين من يقف إلى جانب المقاومة وإلى جانب الحق والعدل. وبين من يجرم المقاومة. وبين من يتدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. لدعم الإرهاب ولمزيد توصيل أوصال أوصال الوطن. الحمد لله أن في الوطن العربي. في كل أماكن الوطن العربي. هناك أحرار يقفون ضد هذا القرار. الذي مرة أخرى لا يمثل إلا من أصدره. ومن المفارقات الحزينة حقيقة. أنه في تونس بعد الثورة. كان من المفروض أن تتحرر لدعم المقاومة. كان لنا رئيس قطع العلاقات مع سوريا. ثم لنا اليوم رئيس في حكمه. يصدر مثل هذا الموقف. الذي مخجل ولا يمثل مطلقة موقف التونسي. هذا ما كنت أريد سيدة ميا الجريبي أن أتحدث معك. لماذا لم تكن المواقف الرسمية التونسية. متماشية مع الموجة الشعبية في تونس. التي ترفض هذا القرار. وحتى كان هناك تناقض. هناك موافقة في مجلس أو اجتماع وزراء الداخلية العرب على هذا القرار. ونسمع اليوم أن وزارة الشعون الخارجية التونسية. أو وزارة الخارجية التونسية. ستصدر قرار رسمي يتعلق بهذا الموضوع. ما هذا التناقض؟ وما المتوقع صدوره في هذا الموضوع؟ نعم هذا يؤكد الارتباك الحاصل على مستوى الأطراف الحاكمة في تونس. ويؤكد الظروف الدقيقة التي تعيشها تونس اليوم على مستوى الحكم. هذا يؤكد أيضا أن الموقف التونسي مرتبك ومهتز. ومع الأسف الشديد حشرة تونس في سياسة محاور وأحلاف لا تخدمها ولا تخدم لقضيتها الداخلية. من أجل الديمقراطية وتأسيس والدفع ودعم الانتقال الديمقراطي. ولا تخدم علاقة تونس في محيطها. هذا الارتباك سوف ندرسه ونتعامل معه. لكن من ناحية أخرى أنا أعتقد أن تونس أقدمت على خطأ جسيم عندما في موقف وزيرها الداخلية عبرت على دعم هذا الموقف. وأقول بكل وضوح أننا سنشتغل على مشاورات وعلى اتصالات وعلى البحث على كل الطرق السلمية التعبوية. حتى نحمل الموقف الرسمي التونسي على سحب دعمه لهكذا تحالفات أو وجود في إطار محاور. سؤال الأخير سيدة ميا الجريبي الأمينة العامة. نذكر للحزب الجمهوري في تونس. أيضا إذا ما ربطنا كل هذه المواضيع بإسرائيل. لنقف مجددا على دور إسرائيل بهذا الموضوع. اليوم نسمع هذه الهجمة على حزب الله. نسمعها بعد زيارة حكية عنها لوفد إسرائيلي للرياض. هناك نائب مصري رحب بلقاء نتنياهو. قال أنه عنده استعداد للقاء نتنياهو. وأيضا استقبل السفير الإسرائيلي في مصر. أين دور إسرائيل من كل هذه المواضيع؟ لا شك أنه لها الدور الأكبر. لا أعتقد أن الأمر يخفى على أي أحد بأن هذا سير في اتجاه رغبة الكيان الصهيوني. وأنه لا يخدم أي طرف إلا الكيان الصهيوني. لأن حزب الله هو حقيقة رأس حربة مقاومة الكيان الصهيوني. في تمشيه الاحتلالي. تمشيه العنصري. تمشيه الأبرتيدي. كل هذا يخدم الكيان الصهيوني. وبالتالي لا أعتقد أنه يختلف اثنين في أن هذا يخدم مصالحه. ومن خلال خدمة مصالحه يخدم دعم الإرهاب في منطقتنا. واضح أن من يرمي إلى دفع المواقف العربية في هذا الاتجاه. هو من دعم وطور الإرهاب الذي يتمدد في عديد البلدان. شكرا لك السيدة مياة لجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري. كنت معنا مباشرة من تونس. شكرا جزيلا لك.